هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله عزيز المشاهد تقبل الله طاعاتكم الحلقة الثانية من ايتمات مسحوب عليها اذا ما شفت الحلقة الاولى انصحك انك تشوفها طبعا كمية الايتمات جدا كبيرة في اللعبة وانتو عارفين ممكن في الانفنتوريا عندك نص الايتمات ما تستخدمها او ما تعرف وش فايدتها فلذلك لعل هذه السلسلة تفيدك في بعض هذه الايتمات وصل على رسول الله وخلونا نمسك اول ايتم الجرافتي ستون منه الشنك ومنه الفان منهم نوعين الشنك نفس نظام البوتس اللي شرحناه في المقطع الماضي مجرد ما انك ترميه رح يسبب دمج جدا كبير بسبب الصخور هذه اللي تطرع من تحت الانمي وكيد مرت عليكم هذا اللقطع عن طريق بعض الاشز اللي يتركبها على الاسلحة فهذا تقريبا نفس المفعول والجميل في الجرافتي ستون شنك انه بس يستهلك ويتطلب خمسة اف بي كوست يعني حتى لو ما كنت ساحر ومش مطور المايند كثير فالمانع عندك شوي تقدر تستخدم هذه الايتمات بسهولة وللعلم هذه اللقطات اللي تشوفونها الانتليجنس تسعة فالدمج مش مطور مثل هذه الايتمات تناسق مع الانتليجنس فاذا انت كنت مثلا مطور الانتليجنس راح يكون الدمج عندك متضاعف بشكل او بصورة جدا كبيرة اما اذا كنت في مواجهة مجموعة يفضل انك تستخدم الجرافتي ستون فان لان تأثيرها والمدى الصخور هذه اللي تطرع جدا واسع وراح يسبب للألمي يستقر غير كذا الاف بي كوست 13 من المانا وشي جدا تافه برو ونفس الكلام السكيرينج يتناسق مع الانتليجنس ولكن برضه يتناسق مع السترينج ولكن بتركيز اكبر على الانتليجنس مثل ما تشوفون حرف البي غير كذا عندك حالات مثل الانميز الكريستل هذا اللي يمتضربهم باسلحة عادية ممكن يرتد عليك السلاح يفضل انك تمسك سلاح واحد سيف واحد من الاثنين وتمسكها بيدين او عندك الحالة الثانية او الحل الثاني انك ترمي عليهم مثل هذه الايتمات فبتلاحظ ان الجرافتي ستون الستون له تأثير كبير ضد الكريستل انميز مثل البوسز هذا اللي او المني بوسز اللي تعرفونها في اللعبة بتلاحظ لو ضربت بالضربات العادية ممكن يجيك الدماج 19 او شي جدا تافه لا يذكر اما اذا استخدمت الجرافتي ستون فان خصيصا بتلاحظ ان الدماج فوق الـ 219 تقريبا اما اذا استخدمت الشنك بيجيك فوق الـ 300 عشان تلقى هذا الايتم بصورة لا نهائية ممكن تتوجه الى هذه المنطقة جنب هذا التاجر لازم لكم تجون في الليل عشان يرسبن الهنتر مجرد ما تقتل الهنتر بيعطيك الجرس توديه الى التوأم في الراون تيبل هولد ومن هناك يمديك تشتري بشكل او بصورة لا نهائية نيجي الايتم الثاني الاكسلتد فلش هذه اللحمة يا اخوان تسوي لك بوست للفيزيكال اتاك مثل ما تشوفون بالوصف ممكن تلقاها في العالم وممكن تسوي لها كرافت رح ارويكم الطريقة بعد شوي ولكن ملاحظة اذا كنت استخدم الفليم اللي هو فليم قرانت مي سترنج هذا افضل انا اتكلم في حالة عندك الفيث اقل من 15 يطلب منك الفيث ويعطيك المفعول نفسه تقريبا كمقارنة خلونا نشوف قبل وبعد الاكسلت بور حاليا مثل ما تشوفون 786 وبعد استخدام هذا الايتم مثل ما تشوفون 943 بوست جدا كبير هذا الايتم رح يفيدك كثير ضد البوست او ضد حتى البي في بي السيئة في هذا انك ما تقدر تستخدمه بنفس الوقت مع الفليم اللي قبل شوي ذكرتكم ولكن الافضل انك تستخدم الفليم اذا كان عندك لان الفليم رح يعطيك بوست في الفاير بعد اما باقي البلدات اللي ما يستخدمون هذا الفليم انصحكم بشدة انكم تستخدمون هذا الايتم عشان تسوون كرافت لازم لكم تجون عند هذا التاجر تشترون هذا الوصفة التاجر هذا قريب من الفورت هايت والوصفة رقم ثلاثة الكوكبوك ثلاثة روا فروت ما يحتاج شرحها ممكن تلقونها في اي مكان اللمب اوف فلش ممكن تلقون هذا الايتم اذا قتلتم وبعض الحيوانات الله يكرمكم مثل الكلاب او ذيابة والدببة رح يعطونك هذا اللمب اوف فلش غير كذا اذا جيت تشيرج اوف باوز هذا اللي تسترجع عنده شخصيات اذا جيته في الليل نفس الشي رح يجيك الهنتر واذا قتلته رح يعطيك الجرس اللي ممكن من خلاله تشتري اللمب اوف فلش نفس الكلام على الهيفتي بيست هذا الايتم ممكن تلقونه بشورة لا نهائية نفس الشي عن طريق هنتر يرسبن في الليل عند الورم ماستر شاك فاذا جيتوا في الليل رح تقتلون هذا الهنتر وتأخذون منها الجرس تعطونها التوأم ومن هناك تشترون الايتم هذا بصورة لا نهائية ونجي الايتم الرابع اللي يقولكم تلقون منه تسعة تقريبا جنب تشيرج هذا اللي اسمه كالو بابتزمل تقريبا اسمه تشيرج المهم رح تلقون جنبه تسعة من هذا الايتم لكن الغريب في الموضوع ان هذا الايتم ما رح يرسبن من جديد وعشان توصل لهذا المنطقة لازم انك تجي من الجريس بوينت هذا العليمين تحت من بعدها تتوجهون من تحت لانه تعرفون بعض الاماكن صعب الوصول لها لان الماب مش واضح اذا كان مكان مرتفع ونازل فلازم انكم تتمشون بهذا الطريق بالضبط غير كذا عندكم التاجر اللي موجود في هذا المكان ممكن يبيع لك خمسة من هذا الايتم الارتيريا ليف اللي هو نادر جدا في اللعبة غير كذا عندك في المنطقة ثلجية غريب بوست اللي اسمه الجايينتز غريب بوست ممكن تلقون هذا العمالقة في احتمالية انك لو قتلت احد منهم يعطيك هذا اللي في النادر طبعا هذا العمالقة ممكن انك تقاتلهم بصورة لا نهائية غير كذا ممكن انهم يتجالدون مع احد الطيور اللي موجودين في المنطقة وانا صراحة انصار لهذا الموقف واخلي نهاية الفايت كذا ادخل واجلد الاثنين طبعا يا شباب فيه عندكم انواع ثانية تسوي لك بوست لشغلات مختلفة عندكم السبل بروف درايف ليفر هذا يسوي لك بوست للماجيك دمج وعندك واحد يسوي لك الفاير واحد يسوي لك بوست لللايتينج والهولي يعني كل واحد منهم يسوي لك بوست لشغلة معينة غير كذا في بعضهم يسوي لك بوست او يقوي المناع عندك ضد بعض الافكتات فيكون مفيد في بعض الاماكن او بعض الفايتات وعندكم البكل ترتل نك هذا يسوي لك بوست للستامنا استعادة للستامنا بيكون عندك بصورة اسرع بكثير نيجي الايتم اللي بعده اللي هو الستارلايت شارد هذا له اكثر من استخدام او منه فيه اكثر من فايدة ممكن في بعض الكوستات تتطلب انك تستخدم هذا الشارد ولكن اللي ممكن ما تعرفونه انه يسوي لك restore او recover للفوكس بوينت هذا الايتم اخوان اذا خلصت عليك الفلاسكات مثلا كنت تستخدم المهارات او السحر وخلصت عليك المانا او الفلاسك الازرق ممكن تستخدمون هذا الستار لايت شارد وراح يسوي لك استعادة بصورة جدا كبيرة يدوم لمدة دقيقة تقريبا ويتم يتعبى كل ثانية تقريبا يزيد اثنين كل ثانية يعني يعطيك حول 120 فوكس بوينت فضروري تحطها عندك في الاختصارات وتستخدمه يوم تخلص الفوكس بوينت او ممكن توفر بعض الفلاسك تخليها للهيل ويصير عندك نفس الفلاسكين للمانا والحلو في الموضوع انه ممكن تحصله بصورة كبيرة ممكن حاليا عندك تحصل 30-40 حبة منه وما استخدمته فهذه فايدته طبعا دائما مرتبط مكانه جمع هذا التمثال اذا شفتوا اي تمثال زي كذا من بعيد اكيد انكم متحصلون هذا الايتم موجود عنده ونجي الى الايتم اللي بعده اللي هو السبري مست عندك الاكسيد سبري مست مثلا طبعا يستهلك الفوكس بوينت عشان تنفذه ومثل ما تشوفون في الوصف انه يستهلك الفوكس بوينت عشان يطلع من فمك المست هذا لور اتاك باور يعني باختصار راح يسوي دي بوف لالاتاك باور للانيمي يعني الدماج تبعهم بيكون اضعف او قوتهم بتكون اضعف فتقريبا هذه 30% من قوة الضربات راح تفرق معك بصورة كبيرة مثلا اذا كان فيه بوس تموت منه بضربة واحدة او ضربتين ممكن تصير ثلاث ضربات فتفرق معك بسبب هذا الايتمات طبعا مفعول هذا الايتم راح يدوم المدة 60 ثانية وعشان تسوي كرافت مثل ما تشوفون مطلب منك هذا ثلاث شغلات وممكن تلقاها مثل ما تشوفون بالوصف عندك هول واحد في الالتس بلاي 2 تقريبا هذا اسمه الجريس بوينت الثاني اللي هو زهور اللي تشوفونها تتحرك العائشة هذه ممكن تلقون هذا الايتم منها بعد ما تقتلون الزهور والايتم الثالث اللي هو الفور مك روك ممكن تلقونه في الارسنل ريفر راح يرويكم في الماب المنطقة هذه ممكن تفرمونها طبعا في هذا المكان لازم منكم تشترون اول شيء البرفيم كوكبوك 4 وهذا التاجر حرفي موجود تحت الكنيسة اللي هو تشيرشف فاوز بس عشان تتوصل لهذا المنطقة اللي تحت الارض لازم منك تدخل من عند هذا المنطقة الاينسل ريفر ويل من هنا بتحصلون الدخله وبعدها بتوصلون المكان ما يضيع وانا شرحت في هذا المقطع بصورة مفصلة بدون تقطيع اذا واجهته اي مشكلة والافضل منه الايرون جار اروماتيك هذا يخوان راح يحول لاعبك الى الرجل الحديدي والدمج يكون ضعيف مقارنة بدون هذا الايفكت فهذه الحركة جدا حلوة انك تستخدمها قبل لا تنفذ الكمبو او اي ضربة باستخدام الخواتم في لها استخدامات كثير انا امتكد انها راح تفيدكم طبعا الكوكبوك رقم 3 تحتاجونها يخوان عشان تنفيذ هذا الايرون جار ومكان هذا الوصفة يخوان فيه الوريزا سايد تومب لازم انك تنزل من تحت الجسر تبع الكابيتل رمبارت عشان توصل لهذا المكان غير كذا راح تحصل بعض الجارز في طريقك بعد ما تفتح صندوق وتنتقل عن طريق الدخان هذا وعند البوابة هذا الحديدية راح تحصلون الكوكبوك ويفضل انك تقتل الجارز الموجدين لانك بتحصل منهم ايتمات ممكن تفيدك في طبخ وصفات ثانية طبعا اول شي راح تحتاجه اللي هو البرفيم بوتل ممكن تلقاه حوالي العالم ولكن بدلك على هذا التاجر ممكن تحصل عنده البرفيم بوتل بألفين رونز والايتم اللي بعده يذكرني بالكريستل دارت اللي تكلمت عليه في احد مقاطع النصايح اللي كان يخلي اثنين من البوسز او اذا كان اكثر من انيمي يقاتلونك يخليهم يتحولون ضد بعض او الحرشة انا اذكر ان اقلت عليها ايتم الحرشة انك تحرش بين اثنين ولكن غير الكريستل دارت عندك الثروينج نايف الثاني اللي اسمه الكوكري وهذا من اهم الايتمات برضو اللي ممكن او لابد انك تستخدمها وتجربها الميز في هذا الكوركي ثروينج نايف انها خفيفة يعني بدلا تسحب الاسهم وتضرب ممكن تحتاج بعض الفايتات انه يكون عندك المدى الطويل او اللونغ رينج فهذه جدا مناسبة وخفيفة وسريعة الاستخدام غير كذا ممكن انك تحصلها بصورة لا نهائية وشغلها الثالثة انه ممكن تحصل او تمسك ثلاثين بالوقت نفسه ثلاثين سكين يعني وترميها بنفس الوقت والاجمل من بين الميزات هذه كلها انه يسبب البليد افكت يعني ممكن الضربة الثالثة تبدأ تضاعف معك قيمة الدمج فمثل ما تشوفون في اللقطات دائما الضربة الثالثة تشوفون الدمج يبدأ يضاعف ويصير قتل الانمي هذا بصورة جدا سهلة طبعا انا قلت انه يتناسق مع السترينج والديكس والاركين فموضوع البليد هنا يتناسق مع الاركين كلما كان عندك الاركين عالي كلما يكون البليد اللي راح تسببها بصورة اكبر ومثل ما قلتكم تقدرون تشترونه من بدايات اللعبة في الويبينغ بننسلا عند هذا التاجر في هذا المكان فبيكون عندك ثلاثين واحدة تستخدمها بنفس الوقت او ترميها برا بعض وعندك ستمية يكونون في الستور هذا كان مقطع اليوم اخوان اتمنى انكم استفدتوا اشكر من تسمين القناة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله الى اهلا استغفرك واتوب اليك ونشوكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته